الفنان خالد صالح ولد في يوم 20 يناير في عام 1964 واسمه بالكامل خالد سيد محمود صالح وهو من موليد حي أبو النمرس بمحافظة الجيزة توفيت والدة الفنان خالد صالح وهو طفل صغير وبعدها بفترة قصيرة لحق بها والده وعاش تفولة معزبة حيث كان يتيم الأبوين وتولى رعيته شقيقه الأكبر إلى أن تخرج من كلية الحقوق وتخرج منها في عام 1987 كما أنه عشق التمثيل منذ دراسته فالتحق بفرقة الجامعة المسرحية وقدم معهم عدة أعمال مسرحية كما عمل بعد التخرج في بعض الأعمال البسيطة وعمل سائق تاكسي كما عمل أيضا في مصنع حلويات مع شقيقه وبسبب عدم التزامه في مواعيد العمل قام شقيقه بطرده وكانت من ضمن أمنياته البسيطة في هذا الوقت تأسيس مصنع للحلوية ثم سافر إلى دول الخليج العربي من أجل البحث عن عمل وعندما عاد من دول الخليج تعرف على الطبيبة هالزين العابدين ونشأت بينهما قصة حب وتكللت هذه القصة بالزواج وأنجب منها ابن أحمد وابنته علياء وقد تحدث الفنان خالد صالح عن زوجته في إحدى البرامج التلفزيونية وقال أنها ونعمة زوجة وأنها تحملت معه الكثير حيث أنه مر بظروف مادية صعبة وذلك في بداية حياته وقال أيضا أنها تحملت طباعه وعصبيته وقال أنه يكن لها كل المحبة والإحترام والتقدير والفنان الكبير خالد صالح بدأ من الصفر حيث عمل ككومبرس في المصرح ثم عمل كمساعد مخرج في مصرح الهناجر بدار الأبرى المصرية وقدم أول دور تمثيلي له في السينما مع الفنان أحمد زكي وذلك في فيلم ناصر 56 وجسد دور صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات المصرية وقدم بعض دوره في هذا الفيلم العديد من الأدوار الهمة والمتميزة وأصبح من أشهر نجوم مصر ومن أبرز النجوم الذين وقفوا أمام القدير خالد صالح الفنان أحمد السقى والذي قدم معه أكثر من عمل فني ومن أبرز هذه الأفلام فيلم تيتو والذي تم عرضه في عام 2004 وهو من أنجح الأفلام المصرية ولا أحد ينسى جملة خالد صالح الشهيرة في هذا الفيلم أنا بابا يلا كما قدم أيضا مع الفنان أحمد السقى فيلم حرب أطاليا والذي تم عرضه في عام 2005 كما قدم مع الفنان أحمد السقى فيلم العشق والهوى في عام 2006 كما قدم أيضا مع الفنان أحمد السقى فيلم ابن القنصل والجزيرة والمصلحة وقد تحدث الفنان أحمد السقى عن الفنان خالد صالح في أحد البرامج التلفزيونية وقال لو تكلمت على خالد صالح ما يكفهوش كتب ولو حجم الرضا اللي عنده لو توزع على مصر هيفيد هذا الرجل أثر على حياتي تأثير كبير ولو قعدت أتكلم عليه سنين جاية مش هو فيه حقه كما قدم الفنان خالد صالح العديد من الأعمال الفنية التي تميزت بالقوة والجبرو كما برع في أدوار الشر وكذلك الأدوار الرومانسية ومن أبرز من شاركوا أفلامه الفنان القدير خالد الساوي والذي يذكر أنه كان زميله في الدراسة وضمت هذه الدفع الفنان محمد هينيدي والفنان عمر عبد الجليل والفنان أحمد عبد الله وهذا في فترة السمانينات وقد صرح خالد الساوي أن خالد صالح كان يتمتع بعقلية جبارة رغم أنه أصغر منه بشهرين لكنه كان سابق سنه وأكد الفنان خالد الساوي في أحد اللقاءات أنه يستشعر وجود خالد صالح في مواقف كثيرة لأنه كان من أقرب أصدقائه وقدم معه الكثير من الأعمال الفنية ومن أبرز هذه الأعمال فيلم عمارة يعقبيان وفيلم الحرام والعبيد وغيرها من الأعمال الفنية والفنان خالد صالح كان حريص طول حياته على العمل الخير فكان لا يطرق بابه أي محتاج إلا ويلبي له طلبه وقد تحدث الفنان جمال عبد الناصر عن الفنان خالد صالح في أحد اللقاءات التلفزيونية وقال أنه قد تبرع في مدينة أبو النمرس حتى يبني مسجد وبدعم لهذا المسجد خرج المسجد إلى النور وتمت عمليات البناء وأصبح من أهم المساجد هناك كما أنه أسس مؤسسة خالد صالح للأعمال الاجتماعية والثقافية وكان هدف هذه المؤسسة تقديم العون لأي محتاج وكان يحرص دائما في كل بلد قام بزيارته بزيارة أحد الجمعيات الخيرية أو مراكز زوية الاحتياجات الخاصة أو ما شابه حيث أنه كان يشعر أن هذا واجبه ويجب أن يؤدي حيث سبق له زيارة مركز راشد لعلاج ورعاية الأطفال في دبي وترك مهرجان الشرق الأوسط للسينما كي يشارك في حفل تدشين مستشفى سرطان الأطفال الجديد في السودان وقد أصيب الفنان الراحل خالد صالح بألام شديدة في القلب منذ حوالي 24 عاما وتم تشخيص المرض أنه مرض وراسي وأن القلب لا يحتمل أي مجهود أو أعباء ولكنه لم يستسلم للمرض وأجرى عملية جراحية ونجحت هذه العملية ولكنه بعد هذه العملية لم يلتزم بأوامر الطبيب وبزل مجهودا كبيرا جدا في العمل مما أثر تأثير سلبي على حالته الصحية في السنوات الأخيرة قبل رحيله وقد تعرض لأزمة قلبية أثناء تصوير مسلسل موعد مع الوخوش في عام 2010 وتم شفاءه من هذه الأزمة وفي عام 2014 وأثناء تصوير مسلسل حلاوة الروح قد تعرض لألام شديدة في الصدر وهذه الألام نتيجة إجهاده الشديد في العمل وأخبروه الأطباء في ذلك الوقت بضرورة إجراء عملية جراحية في القلب وبالفعل قام بإجراء عملية قلب مفتوح في مركز دكتور مجدي يعقوب في مدينة أسوان والدكتور مجدي يعقوب شخصيا من أجرها له لكن تدهورت حالته الصحية بعد هذه العملية كثيرا إلى أن توفى الفنان خالد صالح في يوم 25 سبتمبر في عام 2014 عن عمر 50 سنة الذي وفته ألمانية بعد صراع طويل مع المرض استمر لسنوات عديدة وقد شيعت جنازة الفنان خالد صالح في يوم الجمعة من مسجد عمر بن العاص بمصر القديمة ووصل إلى مسواه الأخير بمدافن الإمام الشفعي وحضر جنازة الفنان خالد صالح العديد من نجوم الفن ومن أبرزهم الفنان أحمد السقى والفنان محمد هنيدي وخالد الصاوي والفنان أشرف عبد الغفور والفنان خالد النبوي ومجدي كامل والفنان أحمد عبد العزيز كما حرص الفنان الراحل فاروق الفشاوي على حضور الجنازة والعديد من نجوم الفن والإعلام والفنان خالد صالح بالرغم من أن مشواره الفني كان قصير جدا ولكن قدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة ويعد من كبار الفنانين المصريين رحمه الله رحمة واسعة وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر